انتهت الهدنة الإنسانية القصيرة وعادت أصوات القصف ومشاهد الضمار إلى قطاع غزة ليكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي 61 يوما من عضوانه الإجرامي ويواصل إبادة المدنيين العزل يتجاوز عدد الشهداء حاجز 16 ألف شهيدا بينهم أكثر من 7 ألاف طفل وحوالي 5 ألاف امرأة فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 7 ألاف مفقود تحت الأنقاض وحوالي 43 ألف جريح ومليون 800 ألف نازح أي ما يقارب 80% من سكان القطاع منذ الجمعة الماضي وحتى اللحظة تغيرت وجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي فبعد تدمير شمال القطاع وتهجير سكانه إلى الجنوب يواصل هجومه البري على المدنيين العزل في القطاع أو في جنوب القطاع وتحديدا في مناطق خان يونس ورفح في استنساخ كامل لخطة شمال غزة والتي تهدف للضغط على سكان القطاع للتهجير القصري من غزة بذريعة أن العمليات العسكرية ستتوسع في جنوب وشمال القطاع وبحسب تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن الحملة الإسرائيلية جنوب غزة مدمرة بنفس القدر الذي كان شمالا وخلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنا الوضع الإنساني في غزة كارثي القطاع الصحي مدمر 26 مستشفى و46 مركز طبي خارج الخدمة وذلك حسب وزارة الصحة الفلسطينية أما الوضع الوبائي فقد تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بين المواطنين النازحين حيث تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي منها 26 ألف حالة جرب وأكثر من 2400 حالة جدري مع ازدياد في حالات مرض التهاب الكبد الوبائي فيروسي أيضا فيما يخص الغذاء ومياه شرب حضر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع في القطاع يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبقى سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء ولم يعد هناك مياه شرب نظيفة كما أن حوالي 97% من المياه الجوفية غير صالحة بالشرب على مستوى البنية التحتية تم تدمير 280 ألف وحدة سكنية حتى دور العبادة لم تنجوا من جرائم الاحتلال مئة مسجد دمر بشكل كامل وقصفت ثلاثة كنائس